حرب الاستخبارات مستعرة بين ايران واسرائيل احدث جوالاتها كشف ايران عن تفكيك شبكة عملاء تابعة للموساد الاسرائيلي كانت بصدد تنفيذ عمليات وصفتها بغير مسبوقة باستخدام معدات حديثة ومتطورة واقوى انواع المتفجرات والاتصالات لاستهداف مناطق حيوية وذات حساسية داخل البلاد واضفت طهران انها تمكنت في عمليات مزدوجة واستباقية من رصد تحركات عناصر الشبكة الاسرائيلية والقبض عليهم جميعا قبل ان يتمكنوا من تنفيذ اي عملية داخل ايران واشارت الى انها صادرت تلك المعدات والمتفجرات ولم تذكر عدد الاشخاص الذين تم اعتقالهم ولم تفصح عن جنسيتهم ويلقي الايرانيون باللوم على اسرائيل في اغتيال علماء نوويين وكذلك شن هجمات على مواقع حساسة ويعتقدون انها استهدفت ضباطا واشخاصا بارزين في المنظومة العسكرية والنووية الايرانية وما يغدي الظنون الايرانية ما صرح به رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق نفتالي بينت الشهر الماضي قبل ان يترك منصبا انهم غيروا اليتهم ويطبقون حاليا مبدأ الاختبوط في التعامل مع ايران عبر استهداف العقل المخطط والمدبر لكل الاضرع الايرانية وتزايدت خلال الفترة الماضية الهجمات في الداخل الايراني اضافة الى غارات اسرائيلية متواصلة ضد مواقع ومخزن اسلحة ايرانية او تابعة لحزب الله في سوريا وبرزت تركيا بصورة غير مباشرة ساحة انعكس عليها التوتر الايراني الاسرائيلي وافصحت مصادر تركيا عن توقف ثمانية اشخاص في اسطنبول بينهم خمسة ايرانيين وبحوزتهم اسلحة للاستباه في تحضيرهم هاجمات ضد اسرائيليين في شهر يونيو الماضي